بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جاعل المظاهر الأربع والعشرين وخالق الأكوان ومكونها قبل إظهار المظاهر والصلاة والسلام على المبعوط رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد نبينا سيد العربي والعجم أما بعد أما بعد أيها الطالب المحترم أيها السالك أيها الطالبة المحترمة وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه لقد توقفنا في الدرس الفارض عند الأربع والعشرين مظهر التي خص منها رب العزة جل وعلا ستة عشر مظاهر وهي أسماء المعادن والنبات والحيوانات فالمعادن لها تسعة مظاهر وهي الحجر والذهب والفضة والنحاس والحديد والأسرب والقلعي والزئبق والجوهر أما النبات فهو نوعان النبات نوعان طويل وقصير هناك نبات طويل ونبات قصير والحيوان أجناس الحيوان أجناس خمسة وهي للسبائح التي تسبح حيوانات سابحة والحيوانات مختصة بالخشائش والطائر المكبوب المنتصب فهذه هي الستة عشر مظهر أسماء وهي العناصر الأربعة مضروبة في نفسها أربعة في أربعة ستة عشر أما جزئيات جزئيات أسماء جزئيات تحت كل اسم منها أسماء لا يحصي عددها إلا الله تعالى لا يحصي عددها إلا الله تعالى بنسبة مظاهر الأسماء الجزئيات إلى الكليات بنسبة الصوت إلى الحرف فأما الصوت فهو بسيط ومركب غير مجهول الأجزاء له مركب محدود أهل ومركز فلولا الحرف ما عرف الباري عز وجل سبحانه وتعالى فلولا رجل وجود الصوت والحرف حيوان الإنسان يكون حيوان الإنسان تخلق بأخلاق الباري تخلق بأخلاق الباري الرحيم وصار خليفة في الأرض يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بإذن الله تبارك وتعالى وهو علم علمه الله تعالى لأبينا آدم عليه السلام وعلى لسان جبريل عليه السلام وهو المظهر الخامس من الأمر فلما أفاق آدم على جميع الأسماء وتمهر فيها سخر له عالم العوالم ثلاثة رتاب المتقدمة ذكرها في الدرس الفارد وهي الأربعة والعشرين مظهرة سميات فسارت المعرفة من علم اليقين إلى عين اليقين حتى رأى الموجودات والواحد لها بعين قلبه ثم بعين رأسه فلما تكلم آدم فلما تكلم أبون آدم عليه السلام بهذا الكلام سجدت له جميع المخلوقات قاطبة بالحرف والصوت بظاهر أملاك الأسماء جميعها وعرفه إياه بإياه فكلما بعد عليه أمر من المظاهر العلوية إلى مركز الأرض السفلية فكان من وراء الدوائر كان إلى الشهر أظهر وكلما كان في باطن الدوائر كان إلى السترة أخفى فالاسم الأعظم فالاسم الأعظم أيها الأحباب في نفس التمانية والعشرين حرفة ففي عنصر النار منه ثلاثة أحرف وفي عنصر الهوى ثلاثة أحرف وفي عنصر الماء ثلاثة أحرف وفي عنصر التراب حرفان فجملة حروف الإسم الأعظم إحدى عشر حرفة منها أو سبعة أو ثلاثة أحرف خضعت له الجبابرة وسجدت له الملائكة السماوات أجمع وجميع الحيوان وكلمه المعادن والنباتات بجميع ما فيه من الأسرار والمنافع وغيره كلم أبونا آدم المعدن يقول لأنا أصلح لكذا وكذا والنبات كذلك تقول لأبينا آدم أنا أصلح لكذا وفي من المنافع كذا وكذا ومن المضار كذا وكذا أصلح للمرض كذا وكذا وأصلح فمن كلمها كلمها الرب جل وعلا سبحانه فيا من وصل إليك هذا المقام ويا من وصلت إلى هذا المقام وإلى هذه المرتبة شكر الله شكر الله على ما أولاك شكر الله على ما علمك وشكر الله أحمد وعليك بالتقوى عليك بالتقوى والشفقة والرحمة على عباد الله اتق الله واشفق وارحم عباده وها أنا كشفت لك وأكشف سأكشف لك عن جميع العلوم وسر جميع المخلوقات والموجودات في الأراضين والسماوات فأقول أقول لكم وعلى الله حسن قبول وبالله التوفيق الأعمال جميعها تتألف من ثمانية وعشرين حرفة فقط الأعمال فالأسماء هي إظهار المعاني فكل من أراد شيئا يذكر اسمه لو أردنا مثلا زيادة العقل لشخص ما من الأشخاص نذكر اسمه واسم العقل وهكذا نفعل بالحروف هكذا نفعل بالحروف وهكذا في المصادقة والمعادات لأن المعاني جميعها أن المعاني جميعها كما كلما خالف في الصفات كان إلى العداوة أظهر وكلما وافق في الصفات كان إلى المصادقة أغلب وهذا هو السر المحرك هذا هو السر المحرك يا إخواني في جميع العداوة في المصادقة في المعادات كمثل اختلاف أجناس الحيوان كل جنس منها يخالف غير جنسه ويعاديه ويصادق جنسه ويميل إليه لأن الجنس إلى الجنس أميل الجنس إلى الجنس أميل وطبع الحيوان القهر والغلبة بعضها على بعض الحيوان طبعها القهر والغلبة بعضها على بعض في كمال حكمة الله كذلك بعض الناس يشبهون الحيوان يقهرون إخوانهم لا شفقة لهم ولا رحمة ولا محبة ولا عطف ولا ولا فكما قلت الحيوان له طبع القهر والغلبة بعضها على بعض في كمال حكمة الله تعالى الذي أرسل من خزائن علمه ومكنون سره أحرفا تؤلف بين المتباغضين وتبغض بين المؤتلفين هناك أحرف تؤلف بين المتباغضين وتبغض بين المؤتلفين وذلك كله في الأحرف 28 حرف وقد رتبها المشايخ المحققون والعلماء الواصلون ولها موازن لها موازن طبيعية في جداويل أبجدية لها موازن وموازن طبيعية في جداويل أبجدية تشتمل إلى طباع العنصرية وجعلوا لكل حرف جعل العلماء لكل حرف ميزان جعلوا له ميزان يزنه به حتى تعلم قوله ويمازج بما يعاد له من الحروف ليلا يكون حرفا من الحروف أقوى من حرف ولا يفسد العمل إنك إذن إذا عرفت ميزان كل حرف منها عرفت الائتلاف والاختلاف من عرف الميزان الحروف عرف الائتلاف والاختلاف وقدرت على التصرف في الكائنات بإذن الله عز وجل الجاعل لكل شيء سببا وإذا عرفت الائتلاف طبعا كاملا كمثل ائتلاف صورة كاملة في العناصر الأربعة هي الصورة الإنسانية مثلا إن الإنسان مقصوم بأربعة أقصام كل قسم منها له سبعة أحروف من حروف من الحروف الثمانية والعشرين الإنسان مقصوم إلى أربعة أقصام الإنسان العيكة الإنساني مقصوم إلى أربعة أقصام كذلك كل قسم كل قسم من هذه الأقصام له سبعة أحروف سبعة في أربعة ثمانية وعشرين القسم الأول مبدأه من الرأس وما حوله له سبعة أحرف وهي الحروف النارية والقسم الثاني والثالث والرابع في الدرس المقبل بحول الله سأوافقكم به ويكون في علمكم أيها الفضلاء أن درسنا اليوم هو محبة وعطف بدون بخور بدون عزيمة من شيخكم محمد أبو حور المغرب الروحاني صاحب قناة الرائدة في الروحانية يعطيكم هذه الفائدة المغيرة التي لا مثيل لها وهو مخمس بدون بخور بدون وقت يحدده تكتب هذا المخمس هكذا بدون كلام بدون هذا تكون على طهرة تكتبه تنقشه بهذه الحروف وتجعل اسم الشخص واسم أمه في القلب في قلبه تحمله في أي وقت شئت من غير بخور بمشي كمان هو اسم الشخص واسم أمه ويحمله الطالب أو الطالبة يرى عجبا من المودة والمحبة ذلك الشخص المعمول له وهو أمر عظيم مجرب مجرب صحي جربه خذوا اكتب اسم الشخص واسم أمه والطلب مثلا فلان بنت فلانة تحب فلان بن فلانة أو فلان بن فلانة الفلان فلانة طبعا اللقب هناك من لا يعمل اللقب يعمل مثلا سعيد ابن عائشة هل يوجد سعيد ابن عائشة في العالم بإسره واحد يجب أن تجعل اللقب الكنية الكنية وإذا اقتدى الحال أين يكون وتديرها بهذا المخمس تحمله في على رأسك أو في جيبك فوق السرة دائما الجدول يحمل فوق السرة والله إنها لمحبة صغيرة انظروا ورقة صغيرة هذا أو أمام عيونكم جدول مخمس صحيح صحيح خالي القلب لكن تملأه هكذا بلذيء لأي إنسان كان وهو سر من أسرار الشيوخ المغاربة وفي الختام وإلى درس المقبل بحول الله جعلني الله وإياكم من الفائزين في الضارين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه الطاهرين وعلى جميع الملائكة والمرسلين في السماوات والأراضين علينا معهم كذلك يا رب العالمين ولدنا ولدكم اغفر لنا ولهم الله رب العالمين ويبني لنا ولهم عنده قصورا في الجنة في جنات النعيم أولادنا أولادكم يا ربي تحفظنا وتحفظهم من الأمراض والأسقام والعلل ليوفقكم في العلم وفقكم الله في العلم أحبكم أحبكم حبا كثيرا أحبكم حبا كثيرا لذلك أعطيكم دروسا صحيحة طبقوها بحذافرها عضوا عليها عضوا عليها بالنواجد فإنها والله صحيحة مجربة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام